مرحبا أنا طالبة أمريكية أدرس الثقافة واللهوت ولدي سؤال قلت إن المسيح لم يدعي الألوهية وأنه بعث لليهود فقط لكن الكتاب المقدس يقول قل لنا إن كنت أنت المسيح ابن الله فرد المسيح نعم ما تقولونه صحيح ثم في إنجيل متى الإصحاح 28 الآيات من 18 إلى 20 يقول المسيح للحواريين لقد منحت السلطة المطلقة في السماء والأرض لذلك اجعلوا الحواريين في كل البلاد يعمدونهم باسم الأبي والابن والروح الكدس وعلموهم أن يطيعوا كل ما آمرهم به وإني لباق معكم إلى الأبد الأخت اقتبصت آيتين من الكتاب المقدس تقول الأولى إن المسيح قال أنه ابن الله ألم تقول ذلك يا أختي؟ نعم سيدي ابن الله وفي الثانية قالت إن عيسى أمرهم بالذهاب إلى جميع البلاد ما ذكرتيه هو القسم الأخير من إنجيل متى إن عدت لبدايته فستجدين في إنجيل متى الإصحاح 15 الآية رقم 24 إنه يقول للحواريين لقد أرسلت إلى قادة بني إسرائيل فقط ما ذكرتيه أنت يعتبر وفقا لعلماء الكتاب المقدس تحريف لكنني لا أريد الجدال حول ما إن كان كذلك فعلاً لكن هناك تناقض في الكتاب المقدس يذكر الكتاب المقدس بوضوح في إنجيل متى الإصحاح 10 الآيتين 5 و6 أن المسيح عليه السلام يقول للحواريين أن لا يدعوا غير اليهود مثل المسلمين والهندوس بل أن يدعوا قادة بني إسرائيل بالنسبة إلي سؤالك الأول حول قول المسيح عليه السلام أنه ابن الله أتعرفين يا أختي أن الكتاب المقدس يقول أن الرب له أبناء كثيرون آدم كان ابن الله وإفرايم كان ابن الله كل من يسيرون بروح الله هم أبناء الله فأنت إذا كنت إنسانا مستقيما فأنت ابن الله وأنا كنت شخصا مستقيما فأنا ابن الله حسب ما يقول الكتاب المقدس بالنسبة إلي إطلاق اسم ابن الله على الشخص المستقيم فإنني أوافق على ذلك بما أن المسيح عليه السلام كان رسولاً من الله يجب أن يسمى ابن الله لكن لكن المبشرين المسيحيين يقولون أنه ليس ابنا عادي لله بل إنه المولود ويستشهدون بما ورد في إنجيل يحنى الإصحاح الثالث الآية 16 فقد أحب الله العالم كثيرا لدرجة أنه ضحى بابنه المولود ومن آمن به لن يموت بل سيعيش للأبد عليك أن تدرك أن هذه الآية في الكتاب المقدس التي تقول إنه الإبن المولود وفقا لل32 علما من أعلى المرتب في الطائفة القبطية إن قرأت النسخة المعتمدة المراجعة ستجدين أنهم يقولون إن كلمة مولود متسوسة إنها إضافة وتحريف وهي غير موجودة في الكتاب المقدس إذن المسيح ليس ابن الله المولود لأن كلمة مولود تشير إلى نشاط حيواني من منزلة دنيا إذن إنه ابن الله بمعنى أنه شخص صالح لا نعترض على ذلك لكنه ليس ابنه المولود لم يلد ولم يولد أرجو أن يكون هذا قد أجاب على سؤالك وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين